في الاصحاح الثاني من الاول عدد 11 بيقول في العدد 12 فالتفت الى هنا وهناك ورأى ان ليس احد فقتل المصرية وطمره في الرمل طبعا احنا كمسلمين عندنا قصة موسى عليه السلام في القرآن الكريم ان موسى عليه السلام قتل احد الاشخاص لكن احنا بنقول لسيدنا موسى لم يتعمد القتل والقرآن الكريم بيقول فوكزه موسى فقضى عليه فالراجل مات غصب عن موسى ما كانش يقصد بضرباته ان هو يقتله لكن هنا القصة الكتابية بتبين لك ان ايه سيدنا موسى رأى رجلا مصريا يضرب رجلا عبرانيا من اخوتي فالتفت هنا وهناك بص منه شماله وبعدين ما لقاش حد شايفه فرح اتى للمصري ودفنوا في الرمل كأن القصة الكتابية بتقول سيدنا موسى قتل هذا المصري مع صدق الاسرار والترصمت الله المستعين وهذه اساءة لموسى عليه السلام حتى وان كانت قبل البعثة لكن يعني الانبياء قبل البعثة وبعد البعثة لا يتصفوا بالصفات التي تمنع اتباعهم يعني ما ينفعش يتصف بالصفات التي تعتبر من خوارم المروءة ما ينفعش بقى التالقتلة ما ينفعش بقى كذاب ما ينفعش بقى حرامي ما ينفعش بقى زاني ما ينفعش بقى مرتاشي ما ينفعش يتصف بصفات لما يعني ربنا يوحي اليه ويتسلم الرسالة والنبوة ويصبح نبيا الناس تقول ده انت اصلا وحش وانت سرتك سيئة ازاي تبقى نبي ويعني يتصف بالصفات تمنع الناس من اتباعهم ما ينفعش